اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا النهاردة في اخر النهار حوار متعلق بمستقبل مصر واذا كنا بنكلم عن المستقبل يبقى لازم تيجي في اولوية كلامنا قضية التعليم واعتقل ان التعليم شأنه شأن مجالات كثيرة جدا جدا تحدث في مصر الان بيصبها حالة من التطوير والتحديث لانه التعليم كان واصل في سنوات ماضية الى مستوى ما كانش يرضينا ولا يرضي طموحاتنا خصوصا لولادنا واحفادنا وااجيالنا القادمة التعليم بياشهد تطوير سواء على المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي او حتى على مستوى التعليم الجامعي ولعل حضراتكم متأكدين كمان انه قطاع التعليم الخاص في مصر اسهم بشكل كبير في نمو التعليم ونهضته واعتبر اضافة الى التعليم الحكومي اللي مازال بيقدم طبعا مادة تعليمية مهمة جدا لولادنا المصريين التعليم الخاص معنا النهاردة احد ممثلي خصوصا انه بيمثل كيان ناجح اسمه جامعة نصر للعلوم والتكنولوجيا واللي بيشرفني رئيسها الدكتور محمد العزازي اهلا وسهلا بيك دكتور اهلا وسهلا مشرف ومنور شكرا خلينا نبدأ بفكرة التعليم الخاص تعليم الجامعي الخاص قبل ما نتكلم عن الجامعة نتكلم عن التعليم الجامعي الخاص بصفة عامة بعد سنوات طويلة جدا من وجوده في الساحة التعليمية الجامعية المصرية ماذا اضاف تقييمك للتجربة ماذا اكسبنا وماذا ينقصنا في الحقيقة التعليم الخاص هو بيتكامل مع التعليم الحكومي ما ندرش نقول مش عاوز افصل ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي اه الاتنين بيتكاملوا مع بعضهم البعض ولهم هدف واحد وهو الارتقاء بالتعليم في مصر وبالتالي الارتقاء بمصر بصورة عامة صحيح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الى اخر فالتعليم الخاص في الحقيقة اعتقد ان التجربة نجحة اه وانا دايما بقول التعليم الخاص اه مثل اه التعليم قبل الجامعي الخاص في الماضي من خمسين ستين سنة الطالب اللي كان بيخش التعليم الابتدائي او الثاني والخاص كان بيعتبر طالب فاشل صحيح النهاردة كلنا بنلجأ للتعليم الخاص يعني اذا التعليم الخاص قبل الجامعي نجح وانا اعتقد ايضا التجربة عمرها الان حوالي عشرين سنة التعليم الخاص الحمد لله اعتقد انها تجربة نجحة واكبر دليل على ذلك ان الدولة في الفترة الاخيرة وخاصة نزار التعليم العالي في الفترة الاخيرة اصرعت في انشاء جامعات اهلية الجامعات الاهلية ايضا جامعات خاصة وشكل من اشكال غير التعليم الحكومي فعلى سبيل المثال في خلال سنتين تم انشاء خمسة جامعات اهلية جديدة في مدينة الطور وفي شرم الشيخ وفي المنصورة الجديدة وفي العالمين الجديدة وفي جبل الجلالة الى اخرى وده بالاضافة لهذه الجامعات الخمسة الجديدة الجامعات اللي بدأت انشاءها والبعض منها بدأ عملها في العاصمة الادارية الجديدة فاذا التجربة بدليل انها نجحت ان الدولة في الحقيقة بتشجع التعليم الخاص والتعليم الاهلي كانت فيه سلبية بتقترن بالتعليم الخاص وهي فكرة انه زي ما حالك قلت كده فرصة بعض غير الموفقين ماحبش كلمة الفاشلين دي لانها وصمة عاري ماحبش تتقل على ولادنا لكن بعض غير الموفقين ده المجال انه يتعلم بفلوسه لا في الحقيقة ما نقدرش نقول كده ابدا هو في الحقيقة التعليم الخاص بيعطي فرصة لميسور الحال انه يحقق رغبته في الكلية اللي هو عاوزها بقدر الامكان بعيدا عن التنسيق بالضبط يعني احنا طبعا في الجامعات الخاصة ايضا فيها تنسيق سيادتك عارف ان وزارة التعليم والتعليم العالي بتضع سنويا حد ادنى لكل كلية واحنا في داخل الجامعة الخاصة نظرا للاقبال الشديد على الجامعات الخاصة بيكون فيه تنسيق داخلي فالتنسيق ده مرتبط بتنسيق وزارة التعليم العالي؟ لا لا ده تنسيق داخلي جوجة ده تنسيق داخلي وزارة التعليم العالي بتقول على سبيل مثال الطالب اللي هتقدم للطب البشري لابد ان يكون جايب 95% تمام فده بتحدد وزارة التعليم العالي بيجي يتقدم عندي اللي فوق 95% بنسقه فعلى سبيل المثال هذا العام الطب البشري عندنا اخذنا 98% والتعليم الحكومي 98% فهو في الحقيقة الاقبال هو اللي بيحدد النسبة الى حد كبير الى حد كبير لكن ما بقاش مقترن بفكرة التعليم بالقدرة المالية لا 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 ده كان يمكن زمان اكثر لا لا حاليا مش بالقدرة المالية سهب بسيط جدا لان الجماعات الحكومية عندها ايضا تعليم بمقابل يعني عنده كلية طب الاصر العيني فيها نظامين نظام التعليم الحكومي وهو التعليم العادي والتعليم اعتقد تجارة انجليش كمان فيها تجارة انجليش تقريبا كل كليات دلوقتي وده شيء طبيعي جدا وبيتم تمويل التعليم اللي هو بدون مصاريف بالتعليم اللي بمصاريف صحيح انا اعتقد انه في اضافة كمان حققها التعليم الجامعي الخاص وهو خلق ما يشبه حالة المنافسة فده ادى في رأيي الى تجويد المنتج التعليمي في الجامعات الحكومية اعتقد ده سليم اولا الجامعات الخاصة بتتنافس مع بعضها البعض ولكن ايضا الجامعات الحكومية الان بتتنافس بالانها زمالكت في الساحة الوحدها بالضبط بالضبط الان لا تعتبر الجامعات الحكومية في الساحة الوحدها ولكن في الجامعات الخاصة فطبعا التنافس بيكون دائما في صالح الطالب صحيح صحيح ايه الابرز ما يميز جامعة مصر لو قلنا ان هذا الكيان التعليمي في مبادئ وقسس بني عليها وشغل عليها ايه اهم هذه المبادئ والقسس والله اهم مبادئ اه اه او الفلسفة التعليمية في جامعة مصر هي البرسيبتوري ابروش او المشاركة مشاركة الطلبة في ادارة الجامعة الجامعة في إدارة الجامعة بمعنى أن الطلبة مشاركين في المجالس المختلفة في مجالس الكليات بيضعوا للحضور في مجالس الجامعة في المجالس التنسيقية للعمداء إلى آخر هم مش بس متلقيين لا هم كلام جزء من صناعة القرار هم الأساس في الحقيقة هم الأساس بنقول لهم هذه هي جامعتكم وإنتوا اللي بتديروا هذه الجامعة ونحن نمكنهم من المشاركة في إدارة الجامعة أنا يخيال لي دي الفلسفة اللي احنا محتاجينها في الدولة ككل أن المواطن لابد أن يشارك ولابد أن نمكنه من المشاركة هذا هو المواطن الصالح هذا هو المواطن اللي بيه يمكن للدولة أن تتقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وهذا ما هو موجود في الدول الأوروبية مظبوط مظبوط طب إلى أي مدى الطلبة متقبلين الفكرة دي ومستجبين ومستوعبين ليها ومسهمين في نجاحها في الحقيقة الطلبة المشاركة عندما نمكن الطالب من المشاركة طالب من المشاركة في الحياة الجامعية بالصورة العامة بنجد أنه بيشارك بصورة تطوعية يعني دي لك مثال بطيط جامعة مصر أخذت في السنوات الأخيرة ست مرات المرتبة الأولى في التبادل الطلابي اللي بتنظمه اتحاد الجامعات العربية وأربع مرات أخذنا المنصب الأول أو المركز الأول أربع سنوات متتالية ما هو السبب؟ السبب إحنا بنستقبل سنويا في الصيف ما بين سبعين وثمانين طالب من كل الدول العربية في الصيف؟ في الصيف دا بيبقى أي دورات تدريبية ولا كورسات دا بيقعد الطالب الطلب العرب من كل الدول العربية بيقولنا سنويا سبعين لثمانين طالب للتدريب التدريب داخل الجامعة وخارج الجامعة هذا النجاح لم يكن ممكنا إن لم يشارك فيه الطلب أنا بقول هذا النجاح هو نجاح طلبة جامعة مصر في المقام الأول لسماء بسيط جدا هم اللي بيقوموا بكل العمل الخاص باستضافة أولاد طلاب هم اللي بيروحوا المطار ينتظرون هم اللي بيسكنوهم في الأماكن اللي هم مخصصة عليهم للسكن هم اللي بياخدوهم ودوهم مكانة أماكن التدريب هم اللي بيعملو لهم الترفيه والرحلات الترفيهية للتعارف على المزارات السياحية يعني هم المسلمين عن البرنامج بالكامل من الألف لياه ولذلك ده تمكين الطلبة لهم دول طلبة زيكم جايين من دول عربية بنصدفهم لمدة شهر ونص انتم المسؤولين عنهم فهم بيكونوا المسؤولين عنهم في كل شيء فعندما تمكن الشاب من أن يشارك مشاركة حقيقية بيتطوع وبيعمل وبيفذل 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 كل مكان وحدك عندك حق تماما ودي ملحوظة مش بس في الجامعة على مستوى مصر كلها خلال السنوات الأخيرة وهي أنه لما بيعطى الشاب فرصة بيمسك فيها الحياة بأيديه واسنانه وبيحاول يثبت نفسه والنتيجة بتبقى إبهار يمكن أكتر من من أعطوه الفرصة لا سليم وإحنا ما علينا إلا أن نمكنهم من هذا أن نمكنهم نمكن المواطن بصورة عامة من المشاركة مشاركة المواطن في كل شيء ده شيء مهم جدا وبيبدأ بأنه نمكن الطالب الصغير السن أن يشارك في كل شيء صحيح الجامعة النشاط الطلابي فيها قائم على إيه فكرة الحوارات الطلابية الأنشطة سواء الثقافية أنا عارف أنه طبعا النشاط السياسي ممنوع في الجامعات بالشكل السياسي الواضح لكن أكيد في حريات ممنوحة للطلبة وندوات وإبداء رأيي ويعني نعمل عن نوع التعبير عن النفس شوف سيادتك تامر بيه هو في الحقيقة الجامعات هي منارة التنوير الرنسانس التنوير نحن في حاجة إلى التنوير التنوير في مصر بدأ في ثلاثينيات القرن الماضي صحيح ثم لأسباب كثيرة نقدر نقول أنه إحنا تراجعنا بعض الشيء التنوير يعني إيه؟ التنوير بيعني الثقافة الفن على سبيل المثال أن الطالب نفسه يكون مبدع ويكون مبتكر ويشارك في الفن فيه الرياضة فيه الندوات فيه المقرارات الدراسية أيضا يعني إحنا في جمعة مصر على سبيل المثال عندنا بنسميها يعني مواد اختيارية للطالب والطالبات جامع أي طالب سواء في الطب أو الصيدارة ممكن يختار بعض المقرارات فعندنا من ضمن هذه المقرارات مقرر جميل جدا وهو الثقافة المصرية عندنا مادة كتاب في الحقيقة هذا الكتاب كان مبادرة من الاعلام الكبير رحمة الله عليه الدكتور فاروق أبو زيد من الاعلامين المعرفين وكان عميد لكلية الاعلام وهو اللي قال لنا الفكرة دي وشكل مجموعة من العلماء المصريين وعملوا مقرر الثقافة المصرية حتى يتعرف الطالب على الثقافة المصرية طالب بشارني طيب يا دكتور وسعدني وقول لي انه فيه شوية اقبال على المادة دي طبعا فيه فيه اقبال الطالب عاوز يعرف عاوز يعرف تاريخ بلده عاوز يعرف ما هي ثورة 18 والله دي مفاجأة ثورة أنا حقيقة ظني انه المادة وخصوصا ان اسمها قد يكون ثقيل شوية على بعض الشباب انه يقول لك لا احنا نبعد ثقافة ايه وتاريخ ايه وفتاح لا 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 هو طبعا بيتوقف على الاسلوب اللي بنقدم فيه المادة العلمية صحيح بنقدم الطالب بيكون في المحاضرة مشارك طالب لازم يعرف ما هي ثورة 23 يعرف المراحل اللي احنا مرت بيها مصر منذ عصر محمد علي حتى الان الى اخرى لان مصر لها تاريخ والشاب لابد ان يعرف حالة تاريخ بس حالك احسنت لما قلت هي العبرة بالطريقة التي تسوق بيها المادة وتقدم للطالب وده مش فقط في مثل هذه المواد في المادة العلمية بسرعة فعلى سبيل المثال احنا بدأنا منذ حوالي اربع سنوات بان احنا نطبق اسلوب طبقته الدول الاوروبية منذ عشر سنوات وهو التعليم الرقمي التفاعلي تعليم الرقمي التفاعلي الكتاب التقليدي بياخد الطالب على اللابتوب بتاعه او بياخده على الايباد بتاعه التابلت بتاعه هذا المقرر بيكون باستمرار في امثلة وفي افلام وفي الى اخرى فتقديم المادة العلمية الاسلوب ومن هنا بنقول المحاضرة بتكون للنقاش والحوار نابد ان يتفاعل الطالب مع الاساس نسبة يعني انا باستغل فرصة وجد حداك معايا حداك متختلف بالشباب بشكل يومي عشان نعرف عينة من الشباب المصري اللي موجودة جوه الجامعة مين مقبل اكتر على النشاطات والتفاعل والمشاركة والبنات ولا الولاد والله البنات ايضا البنات البنات الحقيقة هم البنات الحقيقة دايما متصدرين المشاركة سواء علميا او رياضيا او ثقافيا او فنيا الطالبات دائما في الحقيقة متفوقين يعني طلبت الجامعة عندي عندي رياضة الدراجات هم اخذوا اخذوا بطولة الجمهورية في سباق الدراجات او كنت فرحان جدا بهم طبعا فلا في الحقيقة البنات في الحقيقة بيشاركوا في كل الفعاليات وبنعتمد عليهم في شيء كتير جدا صحيح صحيح حضرتك باعتبارك واحد من صناع التعليم وخبراء التعليم في مصر انا حيا عندي نظرية مش عارف حضاك تشاركني فيها او صحيح حالي وهو انه احنا في هذا العصر تحديدا نحن في احوج الظروف الى تركيز شبابنا على المواد العلمية اكتر انا بداي لما بلاقي في الثانوية العامة حتى على مستوى المدارس انه الغالبية العظمى بتتجه ليه ادبي غروبا من صعوبة المواد العلمية فتلاقي الناس كلها راحل ادبي مهم الادبي والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والعلم النفس مهم مهمين بس انا اعتقد ان العلم دلوقتي العلم بمعنى كلمة العلم هو ما تحتاجه الامم للتقدم واحنا محتاجين العلماء ومحتاجين المبتكرين والعاملين في مجال الهندسة ومجال الفيزياء ومجال الطاقة ومجال كذا اكتر ما احنا محتاجين مدرسين تاريخ ومدرسين جغرافيا ومدرسين العلم النفس مع احترامي لاهميتهم واهمية ما درسوه او ما يدرسوه بس في النهاية هي اولويات واحتياجات في رأي حضرتك على المستوى الجامعي بيقى مش المدارس مدى اقبال الناس على المواد العلمية والتوازن ده ينفع يتعمل ولا هو لازم تسيبه عشوائي لا مش عشوائي اول شيء طبعا عليك وصلتك رسالتي عايز الميسي تتوصلني اولا التعليم العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية اللي هي الفيزياء والكيميا والطب والصيدالة الى اخره بيكملوا بعضهم البعض ده شيء لابد ان يكون واضح لنا لا غنى عن العلوم الانسانية العلوم الانسانية تكمل العلوم الطبيعية ولكن هدي رسالتك مثال بسيط جدا للإجابة على تساؤلك أنا منذ حوالي 8 سنوات أنشأت بجامعة مصر العلوم والتكنولوجيا كلية البيوتكنولوجي كلية التكنولوجيا الحيوية اسم جديد جدا وما كانش فيه كليات في مصر اسمها التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا الحيوية كان أحد التخصصات في كليات العلوم من 8 سنوات كان هذه الكلية الإقبال عليها ضعيف جدا طبيعي الناس مش فهمها ناخد 30 طالب 40 طالب النهاردة هذا العام تقدم لهذه الكلية 2500 طالب وأنا باخد سنويا فقط 250 طالب كلية البيوتكنولوجي كلية التكنولوجيا الحيوية إذن في الحقيقة ده مؤشر على وعي الناس بأهميتها وعي الشباب ده نمرة 2 نمرة 2 أيضا الفكرة مش فيه العلم اللي أنا بقدمه للطالب أنا كيف أقدم هذا العلم للطالب صحيح الإسلوب اللي بأقدم هذا العلم ممكن يبقى إسلوب جاف إسلوب ممل صح إسلوب صعب منفر ولكن الإسلوب اللي بأقدمه أنا النهاردة في عندي وسائل كثيرة جدا وسائل تعليمية كثيرة جدا بأقدم بيها العلم مهما كانت صعوبته كلية البيوتكنولوجيا على سبيل المسائل بنترجمة الحيوية عند طالب في سنة ثالثة عمل بحث صغير ونشر هذا البحث فقرأ هذا البحث أستاذ في جامعة هارفورد أكبر جامعة في العالم طبع طبع فالأستاذ أعجب بهذا البحث من هذا الطالب في سنة ثالثة وبعت له رسالة قال له الموضوع اللي أنت كتبت فيه أنا بعمل فيه بحث وأنا بدعوك تيجي جامعة هارفورد يا خبرة بيضا تشاركني في عمل بحث مماثل وفعلا الجامعة وفرت لهذا الطالب طالب حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية في جامعة هارفورد وراح جامعة هارفورد وهو لسه ما تخرجش ونشر بحثين والآن راح للمرة الثانية لبحث ثالث مع أستاذ كبير جدا في جامعة هارفورد طبعا هذه الأمثلة هو ده اللي أنا عايزه دكتوري هو ده اللي أنا كنت بأشير إليه في سؤالي لأن هي دي النماذج اللي إحنا محتاجينها بس مكن الطالب طبعا يعني الطالب ده لما جه بالدعوة من جامعة هارفورد ليس لديه القدرة لتذكرة الطيارة للولادة لا ما ده دور الجامعة بقى طبعا ده دور الجامعة ده دور الجامعة فأنا بقول التمكين تمكين الشباب صحيح يعني جايز من خمسين ستين سنة لو طالب جيب جواب زي هذا كنا نروح يلعب بعيد للأسف نهارده الوضع اختلف خمسين ستين سنة من عشر سنين احنا بناخد طالب الآن بناخد الشاب بجدية وبنمكنه بيقوله أنت تشارك في كل شيء أنه هو يعني زي بيقوله كده بالبلد بيقوله كرامة بياضة أنه هو مستحق بالضبط الولد مستحق ووهوب فاستحق الدعم بالضبط صحيح ده في الحقيقة الإجابة على تساعد سنة لا وانا ببني كلامي على التفضل بيد دكتور عزازي وهي الحقيقة يعني رسالة مني للشباب أرجو أنه الفكرة مش أنه هي تجاوز التعليم لأن دي فكرة للأسف سلبية كانت موجودة عندنا وأهلينا في بعض الأحيان بشكل خطئ زلعوها جوانا أنه يا ابني أنا المهم بالنسبة لي أن أنت تنجح تنجح في إيه تنجح بشكل مهم تجيب لي الشهادة وخلاص وده الحقيقة فكرة فاشلة تماما تماما وقدت بينا لمشاكل كتير وتضاهو الأجيال كتير لا مش مهم أن أنت تنجح هو المهم أنت تتعلم بالضبط إن شاء الله عنك ما نجحت بس المهم أنت تتعلم لأنه الحقيقة هو ده الأساس وهو ده اللي أنت محتاجه وده اللي إحنا محتاجينه سليم مذاكرة أقل أو حفظة بس من غير فهم فيطلع عندنا ملايين من الشباب أدبي وفعلا مش حيلقوا شغل احنا بنقول كلام محدد بجد ولا مش حتلاقوا شغل صح مش حما محتاجين 3 مليون مدرس تاريخ و4 مليون مدرس جغرافيا و5 مليون مدرس علم منطق لكن في النهاية احنا محتاجين 5 مليون عالم صح ومحتاجين 3 مليون مهندس و4 مليون عبقاري فيزياء وحيوية وكيميا حيوية يعني هي دي البلد محتاجية فأرجو ان انت تنفع نفسك بدل ما تمشي في سكة اللي مشي وخلاص أنا ده رأيي الشخص اللي بقوله واتمنى ان الناس الحياة متفق معك تماما اشكرك اشكرك التعليم الخاص والجامعات الخاصة كبير يا دكتور في رأيي مهمتها مش بس تعليم وعلم بس اعتقد ان المشاركة المجتمعية واحد من اهم ادوارها ايه اللي بتقوم بيه الجامعة في هذا الاطار والله احنا عندنا شرط كبير جدا في المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع فعلى سبيل مثال جامعة مصر علوم التكولوجيا بها مستشفى وبجوار هذه المستشفى مستشفى متنقل هذه المستشفى المتنقل بتقوم بما نطلق عليه القوافل الطبية فاحنا العام الدراسي 18-19 كان قامت حوالي عشرين قافلة طبية لكل انحاء الجمهورية هذا المحافظات شمال سيناء شمال سيناء وسط سيناء جنوب سيناء والقرى المتاخمة حوالي عشرين قرية عشرين قافلة طبية كل قافلة بيكون فيها من 150 ل 171 150 عمل من اطباء ومتخصصين وممردين الى اخر وهذه القوافل الطبية طبعا مدعمة بتريلات كبيرة جدا فيها غرف للعمليات وفيها غرف للإقابة وفيها كل المعدات الطبية الحديثة التي تتخيلها في مستشفى متقدم وغرف عمليات ففي الحقيقة دي من اهم الانشطة الخاصة بخدمة البيئة عندنا انشطة اخرى وهي انشطة القرى المتاخمة للجماعة فمثلا عندنا نشاط في قرية شبرام وعندنا انشطة في قرية برقاش هذه الانشطة بتتكامل فيها الكليات فعلى سبيل المثال بنجد في قرية برقاش كلية الاي تي ومركز الحاسب الالي بيعمل هناك توعية بالمجتمع الرقبي وبيروح مركز الشباب وبيدي مركز الشباب كمبيوتر وبيضع فيه كمبيوتر ويعلم الاولاد كمبيوتر في نفس الوقت كلية الاثار والارشاد السياحي بتكون موجودة وبتوعي الطلاب باهمية الاثار المصرية والقوافل الطبية بتقوم بالخدمة الطبية معنى هذا الكلام ان كليات الجامعة او غالبية كليات الجامعة بتتكامل مع بعضها البعض لتقديم الخدمة البيئية او النشاط البيئي وفي الحقيقة هذا العام بالذات وزارة التعليم العالي ممثلة في معالي دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في الاهتمام بصورة غير طبيعية بخدمة البيئة يعني مش بيطلب منها تقريب لا لا اعملوا لي افلام وعملوا لي صور وبعتوا لي افلام والصور بتعملوا ايه في خدمة البيئة او خدمة المجتمع ففي الحقيقة طبعا ده شيء مهم ان الوزارة ايضا مهتمة واحنا في الحقيقة يعني لنا عدة سنوات بنقوم بهذه الانشطة المتعلقة بخدمة البيئة ممتاز اخيرا دكتور حلمك ايه للجامعة عايز تروح بيها فين اه انها تأخذ يعني مرتبة متقدمة بين الجامعات على مستوى العالم على مستوى العالم على مستوى العالم انا بقول احنا عندنا في الحياة يعني الحمد لله في الجامعات المصرية العريقة مثل القاهرة واسكندرية وعين شمس وعين شمس واسيوط ومنصورة واخدين الحمد لله ملاتب متقدمة من اول 500 جامع على مستوى العالم وانا الامل بالنسبة لجامعة الجامعة مصر العلوم والتكولوجيا ان اكون من هذه الجامعات في مقدمة هذه الجامعات ان شاء الله ان شاء الله ده يتحقق قريبا كل التحية لشخصك وكل التحية للمعاونين مع حضرتك والشباب اللي حاليا كنت ان هم اساس النجاح في الجامعة شكرا سيستر شرفتني ونورتني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكر حضراتكم بكرة حلقة جديدة من آخر النهار تصبحوا على ألف خير شكرا